اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولو تانية وتفسير القرار من احياء قانونية ايه اول حاجة الرجوع اللي عمل بالنظام القديم في نظام الامتحانات تاني حاجة إلغاء القرار رقم 346 2018 اللي هو الخاص بنظام تقييم الطلاب عن طريق عقد 4 امتحانات اللي الوزير قال النهاردة يبقوا امتحانين بس واحد في الترمي الاول واحد في الترمي التاني وده معناه ان القرار الملغي كان اساس التقييم عن طريق الاختبارات الالكترونية يعني مفيش اختبارات الالكترونية تالت حاجة إلغاء القرار رقم 344 2018 ونالكتب الدورية الملحقة به يترطب عليه ان نظام الانتحانات سوف تكون ورقية ولاست الالكترونية والكلام ده يا جماعة موجود في فيديوهات سابقة لسيطة عمر معايا على قناتكم قناة اجيال اندلوس عشان يبقى نقول في صغر يا جماعة عندنا الحمد لله في قناتنا اجيال اندلوس والقرار الجديد الصدر لم ينص على نظام وطريقة عقد الاختبارات الامر الذي يؤكد طبعا عدول الوزارة عن فكرة تطبيق الامتحانات الالكترونية بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لتنفيذ نظام الاختبارات واحنا عندنا قبل كلا كانوا 750 الف طالب مش عايفين نعملهم امتحاد الالكترونية وناس كتير الظلمت وناس كتير ساطت وفي طلبة لغاية توقتي في العنان المركزة بسبب الامتحانات دي تمام ده بيأكد ما صبك اللي احنا وضحناه وفريق الدفاع كله أكد الكلام ده كله السيد عمراء بالسلام والبرينس وكل هيئة الدفاع اللي هو حكم محكمة القضاء ان اللي الصحافة ما كلمتش عنه اللي الصحافة قالت كلام كذب عن الموضوع تمام اللي احنا بنقول جماعة مؤسسات دولة كلها بجهودها عاوزت تعمل تكمل البنية التحتية وان الكلام ده من فترة وبالاضافة لكل الكلام ده كله اللي احنا قلناه ان النظام التراكمي مرتبط وجوده وعدم وجوده بالاختبارات الالكترونية فطالما ما فيش تطبيق النظام اللي هو التراكمي فلا وجود الاختبارات الالكترونية وده بيدل وتقييم الطلاب تمام اما بقى للتشعيب بقى طلاب الصف الثاني الثانوي هيدرسوا المواد العلمية كاملة علم علوم وعلم الرياضة تمام والادب هيدرس الادبي يبقى انا عندي علمي وادبي بس ده في اولى وتانية القرار بقى الجديد لما ينص على دمج شعبتي العلم العلوم وعلم الرياضة في الصف الثاني الثانوي يعني معناها ان التانية دمج علم علوم وعلم الرياضة لكن تلتل ومن سمى في ان طلاب الصف الثاني الثانوي لعام 2020 هيخضعه للنظام القديم بالقرار الوزاري 2013-08 ده بنص على ايه التشعيب علم علوم وعلم الرياضة بالصف الثاني الثانوي يعني معناها ان القرار ده انتصار لارادة اولياء الامر كلهم وانتصار لابطال السنوات التراكمية وانتصار لكلتنا احنا انتظرنا الكلام ده وقلنا الكلام ده كتير مرارا وتكرارا عددتنا بالقتل وحاجات موال كده ده فعلا كده قدرنا نكمل المشروع وبدل ما كان خمسين في المية بقى مية في المية كده اكبرنا الوزارة على العدود عن قراراتها العشوائية الغير مدروسة ده كلام من استاذ عمر رعب السلام المحامي بالنقد خليبه لكم ده معناه مؤكد لان ده قرار حاسم طبعا الستاذ رضح جايزي اكد الكلام بتاع الاستاذ عمر رعب السلام واكد الكلام ده كله عن طريق مدخلة له مع قنوات مصرية تمام وقال ايه بقى الكلام ده كله قال لك معناه ان يا جماعة مفيش حاجة اسمها اه اربع امتحنات اولى وتانية سنة ونظام قديم والجامعة تالتة بس يعني دخول الجامعة لسنة تالتة بس يعني اولا تانية نقل اه الامتحنات وصل سنة واخر سنة بس طب اللي هيسقط يعمل ايه او اللي يجب مجموعة لقى يخش ملاحق ملاحق يعني زيو زي النظام القديم يعني معناها تانية سنة وعلم علوم ورياضة يبدأ من تالتة وتانية سنة وعلمي او ادبي يعني معناها زي ما قلنا كده القانون لم يتغير يا جماعة عندك عشر مواد نص سنة والمواد ممتدة وعندك بس اضافة التربية الرياضية بقت منهج رصوب ونجاح فقط لا غير واحنا كنا عملنا الكلام ده برضو في فيديو تاني اللي هو التربية الرياضية تنزل في كل المدارس ده كان نص القرار اللي بينص على ان خلاص كده معناها انتصرت ارادة اولياء الامور وانتظرت شعب كله هذه اللحظة فالحمد لله كان قرار حاسم وهنشوف يوم الخميس ان شاء الله يبقى فيه يعني مؤتمر للوزير هنشوف ايه وليه المهم الف وبروك للجميع هنأتمنى نجاح اعملات تعليمية سواء الكتروني او ورقي او غيره بس ما يظلمش ولاد لكن لانا انا عندي فيديوهات لسه هارض عليكم ام بتستغيث بانتهى سقطت بسبب مادة الكيميا داخلت وخرجت منها وفي العنان المركزة حاليا في رحمة الله يعني تحت رحمة ربنا عز وجل لانها سقطت ومش عارفة تعمل ايه انتظرونا ان شاء الله في كل جديد واكيد على قناتكم قناة اجيال الاندلس كان معكم اسامة رزي مؤسسة اجيال الاندلس وانتظرونا مفاجآت قادمة ان شاء الله في الايام القادمة اول باول اشتركوا في القناة حتى اصلك كل جديد واكيد ان شاء الله في امان الله موسيقى